بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-3 لازمنا في الدروس المتعلقة في التنفس الخلوي ولعلنا في درسنا الماضي تعرفنا على التنفس الخلوي وذكرنا بأنه عملية تحصل من خلالها المخلوقات الحية على الطاقة وذلك بجمع الإلكترونات من المركبات الكربونية إذن تم إنتاج المركبات الكربونية في عملية البناء الضوئي أتى الدور لنخلص هذه الطاقة الموجودة بين روابط هذه المركبات الكربونية من خلال عملية التنفس الخلوي أمر آخر أكدنا وعلقنا عليه من عملية التنفس الخلوي تحدث في جميع المخلوقات عكس عملية البناء الضوئي التي كانت تحدث في ما أسميناها بالمخلوقات البناء الضوئي أو المخلوقات التي تمتلك الكلوروفين وكمثال على التنفس الخلوي الجلوكوز واستخدام طاقة في إنتاج جزي الـ ATV الذي يزود الخلايا بالطاقة لتؤدي وظائفها ذكرنا سويا بأن هناك مراحل للتنفس الخلوي أولى المراحل هي مرحلة التحلل السكري التي تعرفنا عليها في درسنا الماضي بشكل مفصل هذه العملية ذكرنا أنها تحدث في السيتوبلازم هذه العملية لا هوائية تحدث بدون وجود الأكسجين في هذه العملية تتحلل جزيئات السكر إلى جزيئات أو ينطلق منها الـ ATV والنات إتش وتدخل هذا السكر في سلسلة من التفاعلات حيث يكون الناتج النهائي عن تحلل جزي واحد من سكر الجلوكوز اثنين بايروفيت وهو مخزن للطاقة بالإضافة لاثنين من الـ ATV وأيضا نستطيع أن نضيف لها النات إتش في الفكرة الرئيسة ظهر معنا تحصل المخلوقات الحية على الطاقة بتحليل الجزيئات العضوية في أثناء عملية التنفس الخلوي واتفقنا سويا خلال دراستنا لدرس التنفس الخلوي لدينا مجموعة من الأهداف نطمح لتحقيقها سويا بأن تلخص وتلخصي مراحل التنفس الخلوي أن تحدد وتحددي دور نواقل الإلكترونات في كل مرحلة من مراحل التنفس الخلوي وأن تقارني بين التخمر الكحولي والتخمر اللبني في حلقة كريبس المرحلة الثانية من مراحل ما اسميناها بالتنفس الخلوي لعلنا في درسنا الماضي كنا متفقين في عملية التنفس خلوي لدينا مرحلتين المرحلة الأولى وهي مرحلة التحلل السكري المرحلة الثانية وهي مرحلة كريبس ونقل الإلكترونات ذكرنا أن مرحلة التحلل السكري هذه المرحلة كانت تحدث بعدم وجود الأكسجين أو ليس هناك حاجة لوجود هذا الأكسجين أو في التنفس اللاهوائي عدم أو عملية لاهوائية لا تتطلب وجود الأكسجين بينما في مرحلة كربس سوف تحتاج هذه العملية لوجود الأكسجين هذه العملية تحدث في الميتوكنديريا أيضا في مرحلة التحلل السكري ذكرنا أنها تحدث في السيتو أبلازم شاهدنا نواتج التحلل السكري كنتج لدينا اثنين أو مركبين من البايروفيت في عملية التنفس الخلوي كل مركب أو كل ناتج كربوني سوف ينتقل لنا للمرحلة التالية بشكل مباشر بينما ما ينتج من الطاقة سوف تنتقل للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة أو سلسلة نقل الإلكترونات إذن نحن بدأنا بالمرحلة الأولى هو التحلل السكري كان لدينا نواتج طاقة كذلك كان لدينا ناتج من المركبات الكربونية ناتج المركبات الكربونية سوف ينتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة كربس أو حلقة كربس بينما نواكل الطاقة سوف تتجاوز جميع هذه المراحل تتجه مباشرة إلى مرحلة نسميها مرحلة سلسلة نقل الإلكترونات وبنفس الفكرة ونحن نتكلم في مرحلة الكربس النواتج الكربونية سوف تنتقل سوف نشاهد هناك مرحلة ما قبل مرحلة كربس الناتج من المركبات الكربونية سوف يدخل في هذه الحلقة بينما ما ينتج من الطاقة سوف يذهب مباشرة إلى أي؟ يذهب مباشرة إلى مرحلة نقل الإلكترونات أو سلسلة نقل الإلكترونات ولكن ثاني أكسيد الكربون عندما يخرج سوف يخرج مباشرة لا ينتقل للمرحلة التالية ينتج عن عملية التحلل السكري جزيئات ATP وجزيئان من البيروفيت وهذه العملية اتفقنا عليها في درسنا الماضي معظم الطاقة الناتجة عن تحلل سكر جلوكوز لا تزال مخزنة في جزيئات البيروفيت إذن نحن في المرحلة السابقة حللنا جزيئ سكر واحد جميع النواتج تكلمنا عنها جميع العمليات التي حدثت كنا ندرس تحلل جزيئ واحد كان ناتج الطاقة 2 من الـ ATP وخرج لدينا أيضا الناد H أو 2 من الناد H هنا يذكر لنا الكتاب أنه لا زال هناك طاقة مخزنة أين تخزن هذه الطاقة؟ في ناتج التحلل السكري أو في المركب الكربوني وهو عبارة عن 2 من البيروفيت لا زال هناك طاقة هذه الطاقة نحن بحاجة لتكسير هذه الجزيئات لتحرير هذه الطاقة لكي تستفيد منها هذه الخلية ينتقل البيروفيت بوجود الأكسجين إلى الحشوة في الميتوكنديريا حيث يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون إذن هنا لابد أن نتذكر أنه كان هناك استنزاف استهلاك لثنين مركبات الطاقة 2 من الـ ATP لأنه تم نقل هذه البيروفيت من السيتوبلازم إلى الميتوكنديريا هذه العملية تتطلب طاقة لذلك كان الناتج النهائي من عملية التحلل السكري صحيح نتج لدينا 4 ATP ولكن استخدمنا 2 لذلك تبقى معنا 2 من هذه النواتج إذن هنا مثل ما يظهر معنا هذا البيروفيت هذا الناتج الذي تم تحليل أو إنتاجه في مرحلة التحلل السكري سوف يدخل في مرحلة ما قبل مرحلة أو حلقة كريبس هذا البيروفيت سوف يرتبط مع أحد المركبات الكربونية لينتج لدينا ثاني أكسيد الكربون ونشاهد أيضا هناك مركبات كربونية تخرج لدينا لانتهي بها بحمب الستريك الذي نبدأ به حلقة كريبس تسمى سلسلة التفاعلات التي تحلل فيها البيروفيت الأثاني أكسيد الكربون حلقة كريبس أو دورة TCA أو نسميها حمض الكربوكسيل الثلاثي قبل أن تبدأ حلقة كريبس يتفاعل البيروفيت مع مرافق إنزيم QA أو مرافق الإنزيم ألف هذا المرافق ينتج مركب وسطي ثنائي الكربون يسمى استيل مرافق الإنزيم A إذن هنا نلاحظ هذا البيروفيت سوف يرتبط مع من؟ يرتبط مع مرافق إنزيم يسمى QA ألف أو إنزيم A هذا المرافق سوف ينتج عنه مركب وسطي ثنائي الكربون هنا نلاحظ ذرتين من الكربون نتجت عن ارتباط هذا المرافق مع ذرة البيروفيت أيضا سوف يكون هناك خروج لثاني أكسيد الكربون في هذه العملية وفي الوقت نفسه يتحرر غاز ثاني أكسيد الكربون ويتحول الناد بلاس إلى الناد إتش إذن هنا مركب طاقة نتج هذا المركب أين سينتقل؟ سينتقل للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة نقل الألكترونات إذن نعيد هنا قبل أن نبدأ مرحلة كريبس هناك مرحلة تسبق هذه المرحلة في هذه المرحلة يتفاعل البايروفيت مع مرافق الإنزيم كو إي هذا المرافق الإنزيم عندما يتفاعل مع البايروفيت ينتج لنا مركب وسطي ثنائي الكربون يسمى استيل مرافق الإنزيم هنا يظهر معنا الكو إي هذا المركب الثنائي من ذرات الكربون أيضا سوف يكون هناك ناتج آخر يخرج في الوقت نفسه يتصاعد في الوقت نفسه وهو ثاني أكسيد الكربون هذه العملية سوف ينتج عنها إنتاج مركب طاقة وهو تحويل الناد إلى الناد إتش إذن مقبل حلقة كربس كان هناك نواتج ما هي النواتج التي نتجت قبل أن ندخل في مرحلة كربس قبل أن ندخل في حلقة كربس الناد الأول مركب طاقة حولنا الناد إلى الناد إتش إذن هنا الناد إتش واحد تحول أيضا عندما ارتبط هذا البايروفيت مع الستيل كول إنزيم ذكرنا خروج لثاني أكسيد الكربون وذكرنا لثاني أكسيد الكربون لا ينتقل المراحلة التالية يخرج مباشرة كذلك ظهر معنى مركب كربوني ثنائي ذرات الكربون سوف ينتقل للمرحلة التالية وهي القاعدة التي اتفقنا عليها أن أي مركب كربوني سوف ينتقل للمرحلة التالية وأي ناتج طاقة سوف ينتقل إلى سلسلة نقل الإلكترونات تبدأ حلقة كربس بارتباط ستيل كو أي مع مركب رباعي الكربون ليتكون مركب سداسي الكربون إذن هذا المركب الثنائي أو ستيل الكو أي هذا المركب عندما يرتبط مع المركب رباعي الكربون سوف ينتج لدينا مركب سداسي الكربون نسميه حمض استريك إذن بدأنا في هذا المرحلة حللنا البروفيت ترتبط مع مرافق الإنزيم لتجل لدينا مركب ثنائي الكربون مركب ثنائي الكربون سوف يرتبط مع مركب رباعي الكربون الذي يظهر معنا في هذه الصورة ذرتين كربون وهنا أربع ذرات كربون سوف ينتج لدينا مركب سداسي الكربون ما هو اسم هذا المركب؟ يسمى بحمض أستريك إذن تبدأ حلقة كريبس بارتباط ستيل الكو أي مع مركب رباعي الكربون ليتكون مركب سداسي الكربون أو ما نسميه بحمض أستريك يتحل الحمض أستريك في سلسلة خطوات من التفاعل منتجا جزي أين من ثاني أكسيد الكربون وجزي A-TB وثلاث جزيات ناد إتش وكذلك جزي فاد إتش ثم يتم إعادة تكوين الستيل كو أي وحمض أستريك لتستمر هذه الحلقة إذن هنا نلاحظ بهذه العملية هنا اختصار نواتج الطاقة التي نتجت معنا هذا المركب سداسي الكربون سوف يتم تكسير الرابطة يخسر ذرة كربون سوف يتصاعد ثاني أكسيد الكربون إذن الخطوة هنا خرج ثاني أكسيد الكربون هنا الخطوة الثانية خرج ثاني أكسيد الكربون عندما خسرنا ذرة كربون إذن تبقى لدينا مركب خماسي الكربون بنفس الفكرة بنفس الآلية سوف نخسر ذرة كربون سوف يتم تكسير رابطة هذه الرابطة سوف ينتج عنها خروج لثاني أكسيد الكربون وينتج لدينا مركب رباعي الكربون يتعود الدورة مرة أخرى يرتبط مع المركب ثنائي الكربون ويعطينا حمض الاستريك نفقد درة يخرج ثاني أكسيد الكربون يتفقى خمس درات تكرر هذه العملية يعود هذا المركب الرباعي هذه ما نسميها اختصارا بمرحلة كربس ولكن دعونا نشاهد هنا هذه النواتج التي نتجت معنا سوف ينتج مثل ما يظهر معنا في كربس بالتحديد خروج جزئين من ثاني أكسيد الكربون كذلك جزئي ATP أيضا ثلاث جزئات من الناد H وجزئي فاد H2 وهي ما تظهر معنا هنا في الشاشة عندما نتبع الناد H هنا ناد H هنا ناد H كذلك هنا ناد H إذن ثلاث جزئات من الناد H أيضا عندما نتبع الـ ATP ظهر معنا هنا خروج جزئ واحد من الـ ATP كذلك على مستوى الفاد H خرج معنا جزئ واحد من الفاد H هذا المركب إذن على مستوى بايروفيت واحد عندما نذكر أن هناك اثنين من البايروفيت هي نتاج التحلل السكري سوف نضرب هذه النواتج في اثنين لأن هذه العملية سوف تتم مع المركب مع البايروفيت الأول ومع البايروفيت الثاني إذن سوف يكون لدينا أربع جزئات من ثاني أكسيد الكربون سوف يكون لدينا جزئين من الـ ATP كذلك سوف يكون لدينا ست جزئات من الناد H وجزئين من الفاد H إذن اختصارا يتحل الحمض السكريك في سلسلة خطوات من التفاعل منتجا جزئين من ثاني أكسيد الكربون وجزئين من الـ ATP وثلاث جزئات من الناد H وجزئين من الفاد H2 يتم يعادة تكوين ستيل الكو A هذا المركب وحمض السكريك لتستمر هذه الحلقة ومثل ما ذكرت عندما أأكد لكم أن هذه العملية تحدث لبايروفيت واحد حتى نفهم ما هي النواتج لابد أن نحسبها في اثنين لأن هناك اثنين من البايروفيت سوف تدخل حلقة كريبس إذن هنا يظهر معنا جزئين من البايروفيت تعطي ست جزئات ثانية أكسيد الكربون وجزئين ATB وثمان جزئات ناد H وجزئين فاد H2 تذكر دائما أن كل جزئين ناد H ينتج عنه ثلاث جزئات ATB وكل جزئين فاد H2 سوف ينتج عنه أيضا جزئين ATB إذن هذه المركبات في سلسلة نقل الإلكترونات سوف نعمل على تكسيرها لتحويلها إلى ATB لكي نستفيد من هذا الATB ولكن أيضا هنا أمر معقب قبل قليل استعرضنا خروج النواتج لمركب واحد الجزئات التي أظهرناها في الشريحة السابقة وبالتحديد عندما تكلمنا في هذه الشريحة هي متعلقة ببايروفيت واحد ولكن هذه النواتج متعلقة بماذا؟ متعلقة بحلقات كريبس ولكن قبل حلقة كريبس كان هناك مرحلة بعض المراجع تضعها ضمن دورة كريبس ومراجع أخرى مثل الكتاب أظهرها كمرحلة مستقلة أو مرحلة تسبق مرحلة كريبس إذن كان هناك خروج لثاني أكسيد الكربون وكان هناك أيضا ناتج آخر يسمى الناد H على مستوى 2 بايروفيت سوف يكون لدينا 2 أكسيد الكربون و2 ناتج نضيف 2 إلى الجزئين هنا تصبح أو عفا نضيفها للأربعة نتاج تصبح 6 جزئات من ثاني أكسيد الكربون والناد H لدينا 2 ناتج ولدينا 6 جزئات فاد H أو ناتج 2 سوف يكون لدينا 8 جزئات ناتج 2 أيضا على مستوى الفاد H لم يكن هناك نواتج في المرحلة التي سبقت مرحلة كريبس لذلك لدينا جزئ من الفاد H على مستوى بايروفيت واحد وعلى مستوى بايروفيت 8 سوف يكون لدينا 2 من هذا الفاد H لذلك تظهر معنا 6 جزئات ثانية أكسيد الكربون إذن 4 نتاج تحلل في دورة كريبس من البايروفيت أو 2 من البايروفيت و2 كانت في المرحلة التي سبقت مرحلة كريبس كذلك جزئ A и ATP كلها نتجت في داخل حلقة كريبس و8 جزئات نات H 6 منها كانت في الحلقة و2 منها ما قبل الحلقة وجزئ A الفاد H جميعها تمت في الحلقة أمر مهم أكدنا عليه دائما لابد أن نتذكر أن كل نات H سوف ينتج لدينا مركبات طاقة أو ينتج لدينا 3 جزئات ATP وعلى مستوى الفاد H عندما نحلل ونكسر هذا الناقل الذي يحمل هذه الطاقة سوف ينتج لدينا 2 ATP المرحلة الثانية من العمليات الهوائية في التنفس الخلوي وهي سلسلة نقل الإلكترونات تعد سلسلة نقل الإلكترونات الخطوة النهائية من عملية تحلل سكر جيلكوس وتستخدم الإلكترونات عالية الطاقة وآيونات الهيدروجين وهي الناد H والفاد H2 التي أنتجت في مرحلة أو حلقة كريبس لتحويل ADP إلى ATP إذن كل ما سنذكره بعد قليل في مرحلة سلسلة نقل الإلكترونات لدينا هدف واحد أن هذه المراحل أو هذه المركبات لديها طاقة عالية سوف نستخدم هذه الطاقة العالية لعملية واحدة وهي تحويل ADP إلى ATP تتحرر الإلكترونات من نواقل الإلكترون الناد H والفاد H2 التي تحول الناد بلس والفاد إلى ATP وتنتقل من بروتين إلى آخر على طول غشاء الميتوكنديريا إذن هنا نلاحظ هذه النواقل داخل الميتوكنديريا هذه العملية أين حدثت داخل الميتوكنديريا؟ نحن نعلم أن الميتوكنديريا لديها غشاءين غشاء خارجي من الخارج وغشاء داخل يمثل هذه الطيات كل ما نتحدث عنه هو الغشاء الداخلي هذه الميتوكنديريا إذن هنا غشاء داخل الميتوكنديريا هذه العملية دخلت هنا في الداخل أو في حشوة الميتوكنديريا أو حلقة كريبس هذه النواقل الإلكترونية سوف تحدث على داخل الغشاء ما هي النواقل التي نتجت معنا؟ نتج معنا الناد H والفاد H هذه العمليات سوف تتحرر منها مركبات طاقة وتنتج لنا جزيئات الـ ATP عندما تحررت هذه الناد H والفاد H سوف يكون هناك نواتج وهي عبارة عن إلكترون وهيدروجين الهيدروجين سوف يخرج عبر ما نسميها بروتينات تتواجد على الغشاء تخرجها إلى خارج الغشاء نشاهد هنا البروتينات أو أيونات الهيدروجين جميعها خرجت إلى الخارج هذه الإلكترونات سوف تسير في هذه المسارات عبر نواقل الإلكترونات ينتهي بها الأمر عندما ترتبط مع ذرة أكسجين إذن هنا اكتسبت كهرباء عالي أو شحنة عالية عندما التقت بالأكسجين مباشرة سوف يتكون لدينا الماء دعونا تذكر نواتج التنفس الخلوي سكر مع أكسجين أول ناتج ظهر لدينا ثاني أكسيد الكربون شاهدنا ثاني أكسيد الكربون يتصاعد أيضا سوف ينتج لدينا الماء إذن هذه الإلكترونات المنبعثة عن الفاد إتش والناد إتش عندما تم تحويلها وتكسيرها هذه الإلكترونات انتقلت عبر الغشاء ينتهي بها الأمر عندما تلتقي بذرة أكسجين تساعدها في الارتباط مع ذرة هيدروجين لينتج لدينا الماء إذن هذا الأكسجين يملك شحنة موجبة والهيدروجين يملك شحنة عندما أتى هذا الإلكترون أعطاها الشحنة التي ساعدت هذا الأكسجين أن يرتبط مع الهيدروجين لينتج لدينا الماء وهي أول النواتج التي ظهرت معنا في سلسلة نقل الإلكترونات ولكن مثل ما تعلمنا في نقل الإلكترونات في عملية البناء الضوئي كان هناك ما أسميناها الإسموزية الكيميائية هنا نشاهد أن أيونات الهيدروجين كلها خرجت للخارج كلما تم تكسير ناد إتش أو فاد إتش هناك تحرر الإلكترونات والهيدروجين هذا الهيدروجين يخرج إلى الخارج إلى خارج هذه الحشوة أو حشوة الميتوكنديريا أصبح تركيز أيونات الهيدروجين هنا عالي لذلك هذه العملية عبر عملية الإسموزية الكيميائية سوف تنتقل من التركيز العالي خارج الغشاء إلى التركيز المنخفض داخل الغشاء عبر إنزيم نسميه إنزيم بناء الـ ATB إذن هذا الهيدروجين سوف يدخل إلى الداخل يلتقي مع الـ ADB يضيف لهذه الشحنة ويتحول الـ ADB إلى ATB ويعطينا مركب طاقة تتحر ريونات الهيدروجين ويتمضخها من الحشوة إلى الحيز بين الغشاء عبر الغشاء الداخل الميتوكنديريا بسبب فرق التركيز لعيونات الهيدروجين على جانبية الغشاء تنتشر عيونات الهيدروجين إلى الحشوة عبر جزيئات إنزيم بناء الـ ATB مثل ما ذكرنا قبل قليل بواسطة عملية الإسموزية الكيميائية يعد الأكسجين المستقبل النهائي لإلكترونات حيث تنتق الإلكترونات والبروتونات إلى الأكسجين لإنتاج الماء إذن هنا نشاهد هذه الإلكترونات على الصورة هنا تكون أوضح نشاهد هذه الإلكترونات انتقلت سارت عبر هذه المسارات ينتهي بها الأمر بالالتقاء بالأكسجين أعطت الأكسجين الشحنة القدرة على الارتباط مع الهيدروجين لينتج لدينا الماء عندما ارتبطت ذرتين من الهيدروجين مع هذا الهيدروجين كان لدينا ناتج وهو الماء وينتج عن عملية نقل الإلكترونات 24 جزئي من الـ ATB ومثل ما ذكرنا في السابق كل جزئي ناد إتش يعطي ثلاث جزئيات ATB وكل جزئي فاد إتشتو يعطي جزئين ATB في المخلوقات حقيقية النواة ينتج 38 جزئي ATB عن تحلل كل جزئي سكر يستهلك اثنين منهم أثناء انتقال بيروفيت إلى حشوة الميتوكندرية فالناتج النهائي لحقيقية النواة 36 إذن المخلوقات أو الناتج النهائي لتحلل جزئي سكر واحد هو 38 من الـ ATB ولكن في المخلوقات حقيقية نواة تم استخدام اثنين من الـ ATB تذكرون في بداية عملية التحلل السكري ذكرنا عندما ينتقل البيروفيت إلى الميتوكندرية سوف نستخدم اثنين أو مركبين من الطاقة لذلك الناتج النهائي سوف يكون 36 بينما المخلوقات البداية لا تحتاج لهذه العملية فالناتج النهائي فيها 38 هنا مثل ما يظهر في المخلوقات بداية النواة ينتج 38 جزئي ATB عن تحلل كل جزئي سكر في نهاية الدرس لدينا مناقشة في سؤالنا نتساءل لماذا كان الناتج النهائي لتحلل جزئي سكر واحد في المخلوقات حقيقية النواة 36 بدلا من 38 ولعل هذا السؤال ما انتهينا به في درس اليوم اتفقنا سويا لأنه تم استخدام جزئين من الATB الانتقال البيروفيت إلى حشوة الميتوكندرية بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى درس حلقة كربس رجاء لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك